من الاربع فرق ترسانة نجوم مستقبل سويس جمهوريت شبين يعني الحقيقة صدى البلد النهاردة مع الزميل العزيز هابك كومي عملوا خدمة رائعة وقسموا الشاشة في وقت طويل جدا لمتابعة اللقائين لقاء النجوم المستقبل ولقاء الترسانة اي حد تسأله في الشارع يقولك مبروك مقدما للترسانة اي حد الترسانة فريق له تاريخ ترسانة فريق طموحه كبير جدا الاسبوع اللي فات كان فضله خمس دقايق لانه كان بلعب نجوم المستقبل نجوم المستقبل يتعادل في الدقاءة الأخيرة من خمس دقاءة الأخيرة من اللقاء ما يكون عندي مباراة مع جمهوريت شبين المهدد بالهبوط واسم الترسانة الاسم يقولك ان الترسانة في الدور الممتاز نجوم المستقبل عنده طموح ولكنه بالتاريخ او بالمقارنة بنادي الترسانة تقولك الترسانة اسمه اتقاليا لكن للأمانة برضه لانا اسماته استاذ محمد طويل لانا متابع لانا تجربة نجوم المستقبل انا متابع نعم طيب وانا متابعها من بدري القصة يعني هو كان عنده اسرار مش طبيعي على الفكرة بداية من دور المدارس لو تفتكروا ولما عملنا هنا مفاجأة مدوية لما جاب اللعيبة وكان من ضمنهم محمد صلاح وكوكا والشيناوي ومروان كل اسماتي كلها كانت موجودة فالراجل كان عنده اسرار وامان بالقضية بشكل غير عادي ومرتين تلاتة الدنيا تقرب وتبعد تقرب وتبعد لكن كل متابع كرة قدم اليوم 99% منهم كانوا لك الترسانة دوري ممتاز جمهور الشبين هاستحقوا التحايا والتقدير لانه بعد الديها الاولى طرد مستحق لمدافع فريق جمهور الشبين طرد مستحق ومستحق بعد بالضبط دقيقة في الديها التانية بالضبط دا الهدف اللي عيب دا كواس قوي حميد لصمارين دا مصري على فكرة وبعدين حسام سجل الهدف هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز وهدف بقاء جمهور الشبين في الدورة الممتاز وبقاء الترسانة في أيضا الممتاز ترجمة نانسي قنقر